العربية بسأل رب الله سبحانه وتعالى ان يحافظ عليه لانه نموذج الاماراتي بدأوا نموذج تنموي من 40 سنة اشتغلوا على خطط ده نموذج جاهد جيد للتمالس المستدامة طبعا وتعامل مع الملفات حتى الان يعني خلينا نحكم على التجربة حتى الان عشان هيشوف بعد وجود تكنولوجيا المعلومات واليوتيوب هيشوفنا بعد 50 سنة اولا قد الناس دي كانت بتوعى لما شفت نحن نقيم تجربة من بداية حتى هذه اللي حصل انا بتكلم على نموذج ده كان نموذج معتدل بيتعامل معقولة قدية المنطقة باعتدال معندوش تصرحات سياسية نارية بيتعامل في الدعم وفي دعمه لمصر وفي قراءته الملفات بشكل جيد بيقرأ ملفات المنطقة بشكل جيد وبالتالي بيتعامل مع الملفات السياسية بشكل في نوع من الاعتدال حتى داخل دول مجلس التعاون الخليجي بيتعامل بالملفات مع الممواجهة الارشادية يعني بيفهم لغة الكبار في السياسة بيتعامل بالمفاهيم جيدة لم يتخلى عن المنظومة التنمية ويمشي مع أي تنظيمة أو أي طيارة أو أي كذا بيشوف الخليطة بشكل جيد أجهزته الاستقباطية بتنسق تنسيق جيد مع الأجهزة الصديقة والحميمة بحيث تشوف تكشف المصرح قويس جدا وظيف تشتغل عليه وبالتالي بحافظ على معددات التنمية طيب حضرك ذكرت في الحوار حقا فكرة التصريحات العنترية والتصريحات الاقتصادية وهي مبطنة سياسيا لما نسمع مثلا نشوف تصريح من رجل طيب أردوان ويتكلم عنه أن احنا هنوقف تعاملاتنا مع السوق الأمريكي في أهم السلع الأمريكية وأهم الواردات الأمريكية هل هيؤدر على هذا؟ هتخدني لفكرة أننا أما أتحدث عن أمريكا الآن هي أمريكا نسخة السيد دولارد ترامب رئيس مجلس إدارة أمريكا تمام؟ أنت تخدني إلى نسخة إلى شركة أمريكا رئيس مجلس الإدارة السيد دولارد ترامب فالتعامل مع هذا النموذج الراجل مش زي من العالم متخيل مش زي من الناس متخيلة ده راجل بزي سمان من طراز فريد جدا بتاع اقتصاد أساسا كبيزنس مش اقتصاد راجل بيحكي مش أكاديمي لا 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 راجل عارف بيجترح فلوس كويس ونزل كويس جدا وقدم كم نموذج يعني زي ما بقوله بي انكرامات يعني دخل على دول خليج عمق حقق اللي هو عايزه اقتصاديا ومعاهم في معادلاته دخل مع القرية الشمالية عشان يحاق استقرار في شغله مع قرية الجنوبية وعرف يتعامل مع ملف الصيني بشكل ما تعامل مع ملف الصيني بشكل جيد او بشكل اخر بيدير وبيناور في الملفاته القبرى وفي علاقاته مع بوتن بشكل جيد في اجتماعاته فعارف برضو بيعمل ايه كويس التصرحات بقى انه حتى يتركي ما انا هقوله هو قدري اصل على العلاء الاعلامية الغربية الدولية دول ترامبو قال له منتو كله سيئن وغيره كل محدد وقال الكلام ده ده معنى ايه؟ معنى ان كل تصرحاتك يا سيد اولدغان بلاها تصرحات كفاك تصرحات جزء من مصيبتك ومشكلتك هي التصرحات هي التصرحات جزء من مصيبتك هي التصرحات هي التصرحات هي دولة الفرد هي حكم الفرد هي حكم الراجل اللي هو انا سلطان هي التصرحات بدأت تعمله في الشخصية اب اب لحد ما اصل لمرحلة بقاش قادر يعرف بس كده بالزبط فبالتالي اتصرح تركيا امام الاقتصاد الامريكي امام المنظومة البزنس الامريكي اعتقد ان حسابات اردغان لابد ان تعاد وعاد بنظر فيها في مشكلة يعني انا مشكورك جدا دكتور يوسر الشرقاء ومستشار الاسمار الدولي على وجودك معنا والتوضيح والتشريح بتفصيل للازمة التركية والاثارة المتوقعة سواء كانت ايجابية او سلبية على الاقتصاد المشابه مثلا ومتحديدا الاقتصاد المصري بشكرك مرة تانية كونسوح حضرك طيب انت طيب شرفتنا يا فنسوح شرفتنا وشكرا المرة تانية وان شاء الله لنا حلقات نكمل متابعة لاهم الاحداث والاثار نتيجة الازمة في الاقتصاد التركي في حلقات جانا ان شاء الله هذا العجل طب من المصريين يعني احنا دقينا على ايدي الاضحى انا بهني قدر المصريين بايدي الاضحى وفي عشرة زلحجة وبهني سيد الرئيس